اشتركوا في القناة الله على كرة عمر خطيرة لمصلحته المنتخب السوري ولكن محمود الاسود في الجائة اليمنالياس خليل لعبد الرحمن يلعب الكرة العرفية وهذا لدينا كرة خطيرة جميلة للغاية والهدف الاول لكن من قلب الدفاع الى الجائة اليسرى عبد الرحمن في الجائة اليمنال هذا تليهو عنده الكرة ممكن ان يتقدم يتقدم داخل مطقة اليساء الكرة التي لسانت والهدف الاول لعمر خربين وحارس المرمى كياو يتصدى لعدد كبير من الكرات ولكن اصر على ان حتى الان الكرة الاخيرة لم تكن متقنا نشوف العمل البدني لمصلحتنا بالفعل تصل محمود يا هسار كيف ضاعت الكرة الماضية هذه الكرة الان لم يكن متسللا ووضع الكرة بهكذا الطريقة ومرت بجوار القائم الايمن من داخل منطقة الستة امتار هذا الثاني اللقاء يواجه من خلال سوريا مينمار لدينا الكرة الان التي تلعب عالي خطيرة الله لا 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 ما بالو سوريا باللمسة الاخيرة ما مشكلة سوريا في اللمسة الاخيرة تعالي في اللمسة الاخيرة هذي قوم هذي من المفترض انه المسألة الان اثنين صفر لمصلحة المنتخب السوري لكنهم يضيعون الكرات يضيعون الكرات هذي المجموعة على اوه يالله ابراهيم يالله يالله اوه لا 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 يا عمر يخريبين لا اصدق ما ارى لا اصدق ما ارى وما اشاهد ما الذي يحدث امام مرمى منتخب مينمار عمر اتضيع مثل هذه الكرة يعني انا ما اريد اقول هذا الكلام وكلام يقال مجازا يقول لا اهتم شوف الامور الاردن تسجل الثاني على باكستان هنا لدينا كله الان خطيرة عالية والهدف الاول يأتي لكن هناك راية وتسلم راية وتسلم راية وتسلم ولا مو متأكد انت مادري المساعد شكله مش متأكده وجاب العيد جاب العيد ولا خليه ما في فار ترى انت رفعت في شكلك توهقت ما ادري تعرف لو ما تعرف قال له ايش قال له قول قول نعم يحتسب الام قال له هو شوف ما في فار لكن انا اثني على المساعد نعم اثني على المساعد الاول راح للحكام قال له قال له اسمع هناك لعب امام حارس المرمى هل ترى انه اثر قال له لا ما اثر قال له اذا قال له اذا هو هدف قال له اذا هو هدف وهنا لدينا السورية تسجل الهدف لنشوف اليعادة ونتأكد من صحة قرار حكم لقاء لكن المنتخب السوري الان قال له شوف فيه اثنين واحد متسلل لكن اللي سجل غير متسلل شوف هسار نعم متسلل لكن هل اثر قال له هل اثر قال له هل اثر شوف 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 هل اثر هسار على على الحارس او او لم يؤثر شوف هذا اللي سجل نعم اللي سجل ولذلك احتسيب الهدف عمر خريبين لم يكن متسللا هذه المناطق من الجبال من المساق هذه المناطق القريبة جدا وحنا لدينا فرصة لثاني الاهداف لثاني الاهداف خريبين عمر عمر هذه الكرة والكرة لا زالت حاضرة الآن عمر لا 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 ما ينفع لكن إدارة القرار كانت سليمة جدا هذه الكرة الآن تلعب القائم الثاني هذا القول الثاني يضيع المنتخب السوري ولزالة الأمور حاضرة موجودة يتقدم في الجائة اليسرى محمود يعود الآن مع مؤيد ينتظر لزالة الكرة لدى محمود محمود يلعب الكرة والسقوط والخطأ الذي يأتي لمحمود الأسود في خطأ لمصلحة منتخب إذا ما سغلت الفرص هذه الكرة التي تلعب على القائم الأول الله هذه الكرة لا 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 لأبالغ إن قلت أنه على سوريا في الشوط الأول أن تنهي المباراة بستة مقابل لاشئ بستة أهداف مقابل لاشئ على سوريا أن تنهي شوط اللقاء الأول بستة مقابل لاشئ محاولة لمؤيد وصافرة نهاية أحداث الشوط اللقاء الأول بتقدم سوريا بهدف للأسف مقابل لاشئ لماذا للأسف لأن سوريا كان عليها يتم تغيير اللاعبين هذا العلاج الوحيد طبعا هنا عبد الرحمن في الجائة اليوم العرضية ثاني الله مبكرا يا سوريا مبكرا يا نسور قاسيون يضربونه بالهدف الثاني في مرمى مينمار ويعالجون كل الأمور التي قد حدثت في شوط اللقاء الأول لأن من الفرصة الأولى الوهلة الأولى تقدم الأول العرضية الأولى أبراهيم هسار يسجل ثاني أهداف سوريا في شوط اللقاء الثاني ومطلع شوط اللقاء الثاني وكأنما يقول بأن القادم الله على عرضية عبد الرحمن الويس كانت مدقنة في الجائة اليوم وعلى رأس إبراهيم هسار على مشارف خط الستة معلنا عن ثاني الأهداف السورية وبطريقة جميلة اثنين سوريا لا شيء مينمار برافو توقيت الهدف حلو عادة في المنتصف محاولة مرور الكرة مقطوعة مؤيد العجان ينقل الكرة السليمة وتتحول العجان مؤيد الله على روعة سوريا وهدف ثالث من اللاعب رقم ثلاثة مؤيد العجان الظهير الأيسر يتقدم بشكل جميل بنقله مثالية بكرة جميلة نقلات سوريا على أعلى مستوى تسجل سوريا ثالث أهدافها في مرمى بين بار وستكون النتيجة أكبر من ذلك سلام يا هكتور سلام ويا حضري سلام ويا مؤيد العجان سلام ثلاثية سوريا قابلة وبشكل كبير هذه النقلات الله الله على كرة جميلة للغاية للغاية الأسس من داليهو 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 إضافة جميلة ومؤيد العجان اللي عمل الزيادة العددية شوف أخذها ولأفض المهاجم ووضحها في شباكي كيو في مرمى ماينمار هذه رمية جانبية في الجنة اليمنى بالرأس فرصة الآن للسرعة للسرعة لعمر 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 أو الجانب الأيسر الجانب الأيسر الجانب الأيسر نعم هنا محمود الأسود يلعبها في البعيدة يتأخر كثيرا محمود ومؤيد العجان يمر والقرى التي لثالت ورابع الأهداف يأتي الآن لمصلحة المنتخب السوري نعم عمر خريبي يسجل رابع أهداف سوريا سوريا تفتح عداد أهدافها أمام مينمار في شوط اللقاء الثاني وعمر خريبي بثنائية الآن في مرمى ماينمار بدأت الحفلة الآن بدأت حفلة سوريا الآن هذا مؤيد هو العمل الكبير والكرة العرضية المثارية وهنا لدينا الهدف الذي سجله من عمر خريبي بهذه الطريقة عمل كبير جدا من مؤيد من مؤيد العجان وبعد ذلك باليسرى يضح في الشباك كرة رابع أهداف المنتخب السوري فرصة فرصة اليوم عمر خريبي في الجات اليسرى ممتازة لمحمود الأس يسلام يسلام على تمويه ومرور وكرة لكنها لم تكتمل تعود لدى مؤيد العجان عرضية صدد وركلة جسائن عمدات الآن لمصلحة المنتخب السوري واضحة على كوكو كوكو شوف 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 لمسة لا مو عليكم مو عليكم وعلى لوين رقم سبعة قال له خل محمود لا لا قال له لا خل عمر خل عمر خريبين للهاتريك عمر خريبين يضحها والكرة مرة أخرى اوه اعاد خرج من الخط خرج من الخط يلا روح يلا روح خرج من الخط هل كان القرار سليم من المساعد ان حارس المرمى تقدم عن الخط لتسجيل الهدف الخامس عمر في الساوية المخايرة ام يبقى على نفس الساوية يبقى على نفس الساوية ويسجل خامس اهداف سوريا والهدف الثالث حاترك يا عمر يخريبين وكاد كذلك كياو ان يتصد للكرة هذه اللقطة بهكذا طريقة بهكذا اسلوف في الساوية اليسرى يضحها قوية سوريا سوريا هكذا جماهير اه مدرجات الامير محمد بن فهد بالدمام الكرة التي تلعب مؤيد العجان الله يا مؤيد الله يا مؤيد العجان اهدافه جميلة وهو جميل ويسجل ثنائية من خلالي هذا اللقاء ابراظه ابراظه مؤيد العجان يسجل سادس اهداف سوريا سوريا بالنصف درثا تقسو على مينمار نعم بالنصف درزا تقسو على مينمار وبطريقة جميلة هذا مؤيد العجان وضحها الله يا مؤيد يا جمالك يا مؤيد يا كرتك يا مؤيد من خارجي منطقة اليساء بالرجل اليسرى وكأنها كرة ثابت يا بحا في الساوية اليمنى مع لمس لحارس المرمك ولكن من قوة الكرة كرة في الجاتي اليمنى تلعب خطيرة وكرة وسابع الاهداف السورية عن طريق على دالي على دالي نعم يسجل سابع اهداف الكرة السورية على دالي يفعل ذلك صاحب السبع وعشرين سنة لعب نفط ميسان العراقي يسجل رابع اهداف الدولية سبعة سبعة يا سوريا سبعة يا نصور قاسيون سبعة وانتم لا ترحمون مينمار في الشرقية بهكذا طريقة كان هدف على دالي السابع بعد عرضية جميلة جدا من عمار رمضان استدت في الحارس وبعد ذلك عادت له مرة اخرى لا اصل هذا اللي دين يكون الان تلعب رؤسية وهدف ثامن يضيع على المنتخب السوري من ايهم اوسو المباراة وقيمة في القاهرة ذاك اليوم شكرا لكم على المتابعة